سلام عليكم و اهلا وسهلا بيكم ازايكم يا احلى و اجمل بنليات يا رب دايما تكونوا بالف صحة و بالف خير باذن الله النهاردة هنعمل مع بعض تيكنيك بايبينج يعني ايه بايبينج؟ يعني انك تمسكي كيس الحلواني وتحطي جواه تب وتحطي جواه كريمة تبدأي تشتغلي ديكوريشن وتزيين ولف للأقماع وتاني للأقماع و انك تطلعي اشكال من الكريمة بشكل جميل جدا 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 فوق الوصف الحلقة دي ان شاء الله هتكون استكمال للحلقة الاولى لبايبينج اللي عملناها من فترة لكن ما كانتش لاقت قبول عند كتير من الناس لان الموضوع متخصص شوية طيب انا ليه بعمله هي ما لقتش قبول يعني لان انا عارفة ان في بعض منكم حتى لو كانت نسبة قليلة بيدوروا على النوع ده من الفيديوهات ومش هيلاقوه على اليوتيوب ولو هيلاقوا محتوى هيلاقوه محتوى منقوص مش محتوى مشروح بشكل مفصل وكامل فانا حابة اقدم لهم الكنز اللي هم بيدوروا عليه بس للأسف مش لقينه حتى لو كانوا نسبة بسيطة البايبينج من امتع الشغل اللي ممكن الديكوريتور تعمله من اكتر الشغل الممتع اللي بيبين مهارتك وحرفيتك تعالوا النهاردة نشوف الشغل ده بيتعمل ازاي حتى المبتدئين يتابعونا لان مفيش فينا حد ابتدى الاو كان مبتدئ الاو عمل شغل مايتشفش لغاية لما عمل شغل دلوقتي هو نفسه بيفتخر بيه تعالوا بينا نشوف الشغل النهاردة هيبقى عامل ازاي ويعني ايه بايبينج وايه كمان الكريمة المناسبة لي طبعا هسيب لك قوامل الكريمة بتاعت البايبينج تحت في صندوق الوصف فما تقلقيش خالص يلا بقى بينا نشوف التكنيك قبل بس ما نبتدي لايك وشير علشان يوصلك كل جديد ولو لسه مشتركة جديدة معنا فعلي زر الجرس عشان اول ما ينزل فيديو تبقي من اول الناس اللي شافته اول حاجة يلا بينا نشوف اشكال الاقمع اول حاجة انا معايا هنا تب ام وان ام وان ده اللي بيعمل الروزيتا الصغيرة كمان معايا تب رقم اتنين عبارة عن ثقب صغير كمان معايا 124 اللي هو تب الوردة البلدي وكمان معايا 172 اللي هو تب الصغير خالص خالص بتاع ال 9FT بتاع الكلير لكن ده الصغير خالص بتاعه اسمه 172 يلا بقى بينا نشوف الشغلة هنعمل في ايه اول حاجة انا بشتغل النهاردة اصلا على فل مش بشتغل على كيك ولا حاجة انا بس حبق وريك التكنيكس عاملة ازاي حطيت تب 1M وبدأت اعمل روزيتا 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 كده طلعة ونزلة بشكل زجزاج وهمسك من اولها وانزل تاني واجه عند النص اطول روزيتا شوية وارجع تاني ألمها عند الحرف تمام؟ علشان اعمل شكل نص دايرة هنعمل مرة تانية تاني 1 2 3 4 5 6 7 وقفل في التامنة من فوق هبدأ امسك من تحتها بالضبط ولازق فيها وهعمل التانية برضو بقيد طلعة ونزلة عشان تعملي شكل الزجزاج اللي انت شايفها دا تمام؟ يبقى اول حاجة خالص نص دايرة وبقفلها وبعدين همسك من تحتها وكمل هنعملها هنا كمان اخر مرة عشان التكرار اهو عملنا نص دايرة من تحتها بالضبط وباجي في النص ازود شوية وارجع تاني ارفع لفوق بحيث تديني نص الدايرة دي دلوقتي همسك تب رقم 24 الحتة اللي تخينة منه لجوه والحتة الرفيعة منه لبرا وموقفاها شايفة التب واقف علشان يعملي رافلز واقف من تحت الروزيتة اللي انا عاملاها بالضبط وهبدأ اعمل الرافلز كده برضو بهز ايدي وانا شغالة عشان تديني الشكل المدرج اللي عامل زي السطارة دا تمام؟ هدخل هنا واسكت خلاص مش هكمل بقى هدخل من تحت اللي بعدها وابدأ اعمل برضو الرافلز بشكل زجزاج زجزاج وإيدي بتتهز وانا ماشية علشان خاطر اخد الشكل كل شوية بنظف شكل التب عشان يطلع لي خط نظيف مفيهوش فانكشة ولا نعكشة مهمة اوي موضوع ان انا انظف راس التب دلوقتي بقى هستخدم قمع رقم اتنين هعمل ايه؟ هاجي من عنده الروزيتات اللي فوق وهعمل زي كوما كده من هنا وكوما كده من هنا وهوصلهم ببعض في النص نركز في الجزء اللي جاي كوما فوق الكوما يعني انا بركب خط على خط ايه ده يا روعة مش هياخد الخط ويقع ده كريمة رقب على كريمة مش هيحصل اي حاجة لان قوامل كريمة مظبوط بعمل كمان خط تالت واعمل كمان نفس الموضوع من النحية التانية واقفل تاني برضو بشكل عمل شبه نص الواو كده عملت اربعة فوق بعض انا هنا معدلة زاوية الكاميرا عشان تشوفي الخطوط فوق بعضها فعلا عاملة ازاي ودلوقتي باستخدام نفس القمع اللي هو قمع رقم اتنين بدأت اعمل خط الخط ده طاير الخط انا بسكنه في نقطة وببدأ اشد عشان اوديه للنحية التانية طيب افرض قطع منك كده هتمسيكي سن فرشة وتبدأ اتشليه بالراح عايز اقولك ان الخط ده قطع مني اربع مرات يعني مش مرة واحدة بس وده شيء لا يمكن تجنبه لان بيبقى فيه زرات هوا صغيرة قوي في كيس الحلواني والتب صغير فمهما حاولت ان انت تشدي هتلاقيه بيتقطع في النص ساعتها انت بتفراغي شوية الكريمة دول في طبق كده وبعدين بتشتغلي تاني ان شاء الله بنسبة كبيرة بيبقى فراغي الهوا ده راح مع الكمية اللي انت نزلتيها في الطبق فالحوادث تقع ويا ما بوزنا حاجات فما تقلقيش بشدي تاني الخطة هو بعد ما نزلت كمية محترمة في الطبق وبعدين ببدأ اكمل تاني واشد لغاية لما اوصله للنقطة الاخيرة هبدأ برضو اعمل نفس التزيين اللي عملته في الوحدة الاولانية اللي هو الكومة 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 اللي ركبة فوق بعضها لغاية لما بعمل اربعة وقفين فوق بعض والكريمة بتشيل يا بنات ما تقلقوش والله يخالص يعني الموضوع سهل مش صعب هنا بقى استخدمت تيب رقم 172 وبدأت اقفل عنده كل وحدة في بعض البنات هيشوفوا النتزين ده كتير قوي على المكان اللي هو فيه ما انا مش عاملايا عشان خاطر انت تخديه بزي ما هو انا عاملايا عشان خاطر انا بوريكي اكبر قدر من التكنيكس في وقت قليل على طرطة واحدة وانت بقى تاخدي الحلية اللي انت حبتيها تستخدميها في المكان اللي انت عايزاه تمام هنا استخدمت تيب رقم M1 باني الاول اقفل الفراغ من تحت وبعدين بدأت اعمل زي شكل اس مقلوبة كده باخد شكل الاول مدور وبعدين بنزل وارفع بسن واول مرفع عند السن ابدأ من عنده وارجع عند اخر نقطة تاني يعني شكل اس مقلوبة اس مقلوبة وموصلة موصلة موصلة ببعضها وهنا استخدمت تيب رقم M24 في اني اركب على الاسات دي من تحت الرافلز زي ما انت شايفة كده تاني برضو من تحت ها 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 بالغاية لما اوصل لاخرها من فوق لتحت من فوق لتحت بتديني فوليوم لشكل الكريمة وبيبقى طالع لبر بشكل نطيف اوي هنا كمان استخدمت قمع رقم اثنين في اني اعمل نقطة وشد نقطة وشد نقطة وشد بعتذر جدا عن ان ايدي كانت مدارية الحركة لكن ان شاء الله في الفيديوز اللي بعد كده هاخد بالي قوي من زاوية الكاميرا وزاوية ايدي بعتذر جدا عن ان ال ايدي مش مبينة الشكل هو بيخرج يعني معلش سوري هرجع تاني اعمل خط كده تحت الدوتس اللي انا عملتها دي تحت النقط اللي انا عملتها دي هعمل خط كده من تحت واشبكو النحية التانية طبعا الخط كل ما كان قصير كل ما كانت امكانية انه يتقطع منك يعني مستحيلة انما الخط كل ما طول بصراحة ممكن يبقى فيه فراغ هو في النص ويقطع هنا كمان استخدمت امعة رقم ام وان في اني اعمل نقطة ونقطة تحت النقط الفصلة ما بين الوحدات عشان بس تديها شكل حلية كده وبعدين هحطوا نقطة كده من امعة رقم اثنين تحت الدوتس دي ويبقى انا كده خلصت التزيين بتاع البايبينج النهاردة اتمنى يعجبكم اتمنى ما تخافوش تجربوه الدنيا سهلة جدا 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 كل الفكرة هو الممارسة مش اكتر من كده حتى لو الفيديو ده ما تشافش حتى لو نسبة بسيطة قوي من البنات هي اللي استفدت منه ده شيء رضيني جدا 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 وان شاء الله ان شاء الله بن نافع عليكم وربنا تقبلوا صدقة علم جاريا ويكون سبب في رزق بنات كتير اللهم امين يا رب نورتوني شرفتوني احلى بانيليات صباحكم دايما زي الفل لو ليك اي سؤال اكتبيلي في الكومنتات برد على كل الاسئلة